استيقظ سكان العاصمة الصينية بكين ليجد مدينتهم تحت غطاء كثيف من الغبار البني قالت السلطات انه يحمل مستويات عالية للغاية من حبيبات خطيرة وهذه هي العاصفة الرملية الثانية التي تضرب بكين في غضون اسبوعين وذلك بفعل الرياح العاتية القادمة من منغوليا واجساء اخرى من شمال غرب الصين وتقلصت الرؤية بشكل كبير في انحاء المدينة واضطر السائرون الى تغطية اعينهم مع هبوب هواء محمل بالاتربة في الشوارع وسجلت السلطات وجود نسبة عالية من الجسيمات المعروفة باسم بي ام 2.5 التي تعتبر ضارة للانسان بسبب صغارها المتناهي وامكانية دخولها مجرى الدم وتهب عواصف رملية منتظمة على بكين في شهري مارس اذار وابريل نسان نتيجة قربها من صحراء كوب الشاسعة وعمليات ازالة الغابات في جميع انحاء شمال الصين احمد السيد ترجمة نانسي قنقر